إذا كان مثلاً عندي كندورة سودع أركب عليها تلي أبيض أو ذهبي إذا كان عندي كندورة فيها ورود على الوردي على الأصفر أتنقل لون لأباه وسوي التلي لنوع اللي هو فيها أنا موز بن سيفان من مركز الحرف تابع للمعهد التراث للشارجة التلي هو عبارة عن ست دحاري وخوصة وحدة يعني خوصة وحدة نسميها فاتلة بخوصة وحدة وست دحاري هذا البيت خوصة وحدة و24 درية هذه الدرية 24 لكن الخوصة وحدة ممكن يركب على أكثر من 24 دريتين يعني يتخالفون في حق النكشات اللي فيها هذا اسم غولي هذا راس بلوي كل شي لأسم كل شي لأسم هذبه خمس خمس خوصات كل شي لأشي يعني واحد يركب عني خمس واحد يركب عني التول يعني خوصة وحدة لها كان يسوي لك أكبر فهلا حسب فن الحرمة اللي هي تشتغل فيه اشتغلاته فعندناي حرفة التلية يعني من يوم احنا صار تعلمناها نشوفوا ما هاتنا يشتغلون فيها واليران كلهم يجمعون مع بعض يعني ويشتغلون في هاي الحرفة فأنا بغي أتألم يعني من ما اطلعهم كيف يسوون فمرة أنا بغي أخذ عنهم خيوط طعب أول ما في خيوط وايد يعني ما في ذكاكين يبيعون مثل الحين لخيوط الملونة أو شي وها فأخذ الفوطة أسحب من الفوطة الخيوط وأطويهم على قطعة كرتون أو شي يعني شي وما عندي كجوجة مثلها كجوجة مثلهم أحطها على مخدة وإلا سأسوي مثل ما هم يسوون أشوف الطالعهم فبدأت أتعلم يعني من يوم الصرع أقوم تمت أخذ عن أمي الكجوجة وسويها وأخذ عن يدتي كانوا لماتتين بعون العصر يعني الفريج كامل الفريج ما بوايد يعني يجلسون كم من حرمك الوحدة وياك كجوجة ماله فيهم اللي يسوي البدله فيهم اللي يسوي التلي التلي هو اللي هو بفاتل وحده هذا اللي نحن اشتغلناه بالحين هذا يركبون على الثوب على الكندورة على يعني يشتغلون فيه في كل مكان في كل شي يعني إذا استوع عرس فأنا بدي بتعرس عقب شهر تلقط الياران كل ميون ويشتغلون اللي بتسوي البدله هاي تسوي ببيت وهي البيت يعني العود اللي هو مال التلي فكل وحدة تقبض منهم كجوجة بيستوع عشر شهر اللي هم خلصين كل مال اللباس مال لبنية ويضربون على الكندورة يضربون التلي على الكندورة يسمونه تضريب كانوا يسوون الثوب بالتلي ويسوون له ذايل وراء يسمونه ذايل وراء ذايل الحرمة تمشي كأنما تقول شنيول احنا نقول الشنيول ما في طويل هم يسوون الثوب لذايل جدي فإذا طلعت جدام الرياي البراء في الشارع بطلت الذايل هذا ما حد يشوف ريولة يوم تمشي أول كان لما تخترب الكندورة وتنطر خلاص ما في كندورة يعني جديمة بالمرة يطوف ريال يسمونه يزاقر في الشارع يقول تلي جديم تلي جديم يشتري هذا التلي يذوب الخيوط ويأخذ الفضة ويصنعونه مرة ثانية الحين خلاص منطيح خلاص عقونه ما تنفع أول ما عندهم خيوط ملونة الحين الخيوط ألوان وأشكال اللي تبقى تسوي فيه التلي هذا اللي حين يعني يطور عندنا اليوم في بنات صغار يعني التلي يشتغلوا فيه على أشياء وايد يعني سووا مثل الزخارف على أي شيء يحطونه على الشنطة على الغرشة على الماء على كل شيء يعني يشتغلوا فيه على الورقة يرسمونه على الورقة مثلا هدية وشيء يقول يشتغلوا فيه على كل أنواع لي يبونه قال فيه الشاعر مثلا يقول لها يقول حق الحريم اللي يالسين يشتغلون يقول لها بس ألشي الكندورة من خاطوا من درز الكندورة يسأل الكندورة يعني diesel على حالات تمن النوع التي هي فيها فسألت الكندورة من خاطوا من درز ردت عليه الكندورة قالت له قالت حسين الصورة ليه في الرايح برز يعني اللي هي حلوة يالسو برع هي اللي سويتها هذا يأتوني فركه حسين الصورة ليه في الرايح برز قالت لي من الآمنة مخدومة يعني من سنة أنا بمشتغلين فيه ومخلاية ومحيرة في المز المز اللي شوهوا الفلوس ما أعطوه فلوس الكدورة هذه